بسم الله الرحمن الرحيم أسعد الله وقاتكم بكل خير ومحبة منذ الصباح عقدنا سلسلة اجتماعات على مستوى عال من الأهمية لمناقشة آخر المستجدات وتقييم الإجراءات والقرارات التي اتخذناها للتعامل مع وباء كورونا حيث واصل جلالة الملك حفظه الله متابعة للإجراءات والقرارات التي تتخذها الحكومة والأجهزة المعنية وترأس اجتماعا عبر تقنية الاتصال المرئي بحضور سلمو ولي العهد حفظه الله لمناقشة خطط الحكومة وإجراءاتها الاقتصادية للتخفيف من آثار وباء كورونا ركزت النقاشات التي قادها جلالة الملك على ضرورة حماية الاقتصاد الأردني والقطاع الخاص والتخفيف من الآثار المالية التي نجمت عن هذا الوباء وعن حظر التجول كما أكد جلالته على أهمية التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص بشأن الخطط الاقتصادية والخطوات الواجب اتخاذها بالإضافة إلى أهمية الحفاظ على الأمن الوظيفي للعاملين وضمان استدامة الكطاع الخاص والتفكير بطرق خلاقة للتخفيف عنه وترأس أيضا دولة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز عدة اجتماعات بهذا الخصوص لبحث الإجراءات والقرارات التي ستعمل الحكومة على اتخاذها خلال المرحلة المقبلة وضمن هذا التوجه قام البنك المركزي اليوم بإطلاق برنامج لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 500 مليون دينار لمساعدتها على تجاوز الآثار الاقتصادية التي تمر بها نتيجة انقطاع أغلبها عن العمل مرة أخرى نقدر جميع المبادرات والمساهمات التي يطرحها أبناء الوطن في الداخل والخارج والمقيمون من الإخوة العرب لدعم الجهود الحكومية في مواجهة هذه الأزمة وللتخفيف على الأسر المحتاجة التي تعطلت مصادر رزقها نتيجة هذه الأزمة هناك عشرات المبادرات التطوعية والجهاد التي خاطبتنا لتنفيذ حملات للتبرع والتطوع والإعانة ونحن نقدرها بالمجمل وسنعمل ما بسعنا للاستفادة منها لكن لا بد من تنسيق هذه الحملات والمبادرات مع الجهات المختصة وذلك لضمان سبل الوقاية والاحتراز والتأكد من سلامة إجراءات تنفيذها خصوصا من الناحيتين الصحية والوقائية بخصوص مبادرات التطوع لتقديم العلاج في بعض العيادات وبشكل خاص من نقابة أطباء الأسنان ستقوم وزارة الصحة بتخصيص ثلاث عيادات خارج مجمع النقابات المهنية وذلك لغايات التنظيم وضمان إجراءات السلامة والوقاية بعد أن تبين أن إجراءات الحماية الصحية داخل المجمع لم تكن وفق الشروط التي وضعتها وزارة الصحة مع التأكيد على أن مجمع النقابات مفتوح ومتاح للأعضاء المصرح لهم خلال الأوقات المحددة في إطار أيام حظر التجول بخصوص المساعدات العينية أود أن أشير أيضا إلى أن الهيئة الخيرية الهاشمية هي الجهة الرسمية التي تستقبل جميع المساعدات العينية كالطرود الخيرية وغيرها وتتولى عملية توزيعها وفقا لقوائم السجل الوطني الموحد للمستفيدين وبالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية والقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي وتصل إلى مختلف محافظات المملكة وأؤكد هنا أنه ولأسباب صحية وتنظيمية وللتأكد من صلاحية المواد المتبرع بها لا بد أن تمر هذه المساعدات من خلال الهيئة الخيرية الهاشمية ويتم التركيز في الوقت الحالي على استقبال المواد الغذائية والتموينية والمواد الوقائية ومواد العناية الصحية والنظافة خلال الأيام الماضية استطاعت الحكومة من خلال وزارة التنمية الاجتماعية وصندوق الزكاة أن تقدم معونات نقدية لأكثر من 141 ألف أسرى في أنحاء المملكة في حين بلغ مجموع الطرود العينية التي تم توزيعها أكثر من 90 ألف طرد ومستلزمات تعقيم وزعت من خلال الهيئة الخيرية الهاشمية وصندوق الزكاة والضمان الاجتماعي وتكية أم علي نود أن نوجه الشكر مرة أخرى لجميع الجهات التي تعمل على التنسيق والمبادرة في تقديم التبرعات وتوزيعها وإعداد الطرود على جهدهم الكبير في هذه الأزمة أيضاً أود أن نوه وأشير إلى الحسابات الثلاثة الرئيسية للتبرع وهي حساب وزارة الصحة وحساب الخير التابع لوزارة التنمية الاجتماعية والحساب الخاص بصندوق همة وطن الذي أطلقناه يوم أمس كما نتوجه بالشكر الجزيل لجميع الجنود المجهولين وهم ليسوا مجهولين بالنسبة لنا ونخص بالذكر نشام قواتنا المسلحة والأمن العام والمخابرات العامة وكذلك الكوادر الطبية والتمريضية وغيرهم الكثيرين الذين يعملون ليلاً نهاراً ولا ترونهم على الشاشات لكنهم موجودون في الميادين وفي مؤسساتهم بخصوص الحظر الشامل ليوم الجمعة المقبل وردتنا السفسارات بخصوص الغاية منه ونود أن نؤكد هنا أنه يأتي لغايات إتاحة المجال لفرق التقصي للعمل بكفاءة أكبر ومنع التجمعات التي لاحظناها في القرى والأحياء خارج المدن خلال أيام الجمعة الماضية نؤكد مجدداً أيضاً أن الحظر الشامل سيمتد فقط لأربع وعشرين ساعة وأن الأمور ستعود كما هي عليه الآن اعتباراً من الساعة العاشرة من صباح يوم السبت المقبل وأذكر أيضاً بالرقم 193 الخاص باستقبال التبليغات حول الإصابات أو حالات الاشتباه أو الإبلاغ عن الأعراض وجميع المعلومات الواردة إليه تتمتع بالسرية التامة قبل أن أعطي الحديث لمعالي وزير الصحة أود التأكيد من جديد على أن انخفاض أعداد الإصابات لا يعني انتهاء الوباء أو زوال الخطر وما زلنا نتخذ الإجراءات والقرارات الاحترازية والوقائية لحمايتكم والحفاظ على سلامتكم حماكم الله وحما صحتكم وأحباءكم وحفظ الوطن وقيادته والإنسانية جمعاً من شر هذا الوباء نحن في خدمتكم ونجاحنا بالتزامكم شكراً شكراً لكم